بروميار الله معكم منكم اليوم درس يلي كنا بلشنا فيه الاسبوع الماضي لهو السياحة بالمنطقة الجبلية اذا بتتذكروا ضل عنا عنوانين لهن انماط السياحة بالمنطقة الجبلية ودور القطاع العام ودور القطاع الخاص بتعزيز قطاع السياحة بالمنطقة الجبلية انماط السياحة بالمنطقة الجبلية متعددة ابرز هالانماط هايدي عنا السياحة الدولية يلي منقصد فيها وقت اللي الناس بيجوا من الخارج بيعملوا سياحة عالاكيد بيزوروا جبال وبيزوروا كمان السواحل بس نحن عم نحكي هلأ عن السياحة بالمنطقة الجبلية عنا حركة الاصطياف بما معناه وقت اللي الناس بيجوا بصيفوا بالمناطق الجبلية سكان السواحل بيطلعوا بصيفوا بالجبال في عنا سياحة الموسمية يلي مثل الاصطياف موسمية في قبل سياحة الاشتاء يلي بيطلع واحد على مراكز التزلج على السكي يلعب سكي بيعمل يوم يومين اللي هني وبيرجع بفل بتشوف منون زاهرة بس من دون سكي وقت اللي بتطلو جدين ايه بأكيد بتشوفوا حوليكم كتار من قريبكم من اصحابكم من جيرانكم بيطلعوا من بيروت ليقضوا يوم او يومين بالتلج وبيرجعوا وبينزلوا وفي عنا السياحة الدينية يلي بيكون مقصود فيها مراكز دينية بالمناطق الجبلي بيجو عالم بيزوروا هالمراكز الدينية وبقضوا نهار على الأكيد هالسيح رح يتغلى رح يشتري شي يعني فيه دعم للاقتصاد وفيه على الأكيد اللي مش موجودة بكتابكم السياحة من الانشطة السياحية اللي بتنعمل بالمناطق الجبلية المشي بالمحميات الطبيعية او بالأحراش او على صفوح الجبلية مثل درب الجبل او غيره واليوم عبتنشط كتير هالسياحة المشي هاي دي يلي منشوفها ومنمرسة كتير كتير علم بمرسوا دور القطاع الخاص بتعزيز السياحة ودور القطاع العام بلش بيه القطاع الخاص القطاع الخاص اكيد بتعرفوا سبق وحكينا شو الفرق بين ناتون القطاع العام هو الدولة والقطاع الخاص من الأفراد والشركات والمؤسسات اكيد القطاع الخاص بيلعب دور كتير كبير من خلال استثمار امواله بهالمجال السياحي وهي تشجع الاستثمار بالسياحة يشجع يعني المتمول اللي عبستثمر بالسياحة بناش نشكر لانه ارباحها مضاعفة وبتعرفوا سبق وحكينا انه الارباح بالمجال السياحي متل بكل مجالات الخدمات اكتر بكتير من الارباح بالمجال الزراعي او الصناعي كمان القطاع الخاص ممكن ينظم مهرجانات وبتعرفوا خلال الصيف وبالشتي احيانا معظم البلدات الجبلية بالصيف عم تعمل مهرجانات بيجيبوا فنانين من لبنان ومن الخارج وهذا بيعزز الحركة السياحية القطاع الخاص ممكن يستثمر اموال بمنشآت سياحية سواء للتزلج او غيرها او هالمؤسسات او هالمشاريع يلي بترغي بالصواح يجو يعيشوا حيات شوي مميزة عن حيات اللي بيعيشها باوتال يعني هارا بيجي بنام ليلة بدل ما ينام باوتال بنام بهالمنشآت السياحية يلي كتير من اليوم يتماشى مع المفهوم البيئي كمان الخطاع الخاص بعمر مطاعم مصارح اوتالات بالمناطق الجبلية ويمول الخطاع الخاص خاصة المصارف بهالمجال بالتحديد يمول او تمول هايدي المصارف تمول بعض الانشطة السياحية المقابل القطاع العام عنده دور كمان بيلعبوا في تعزيز السياحة في المنطقة الجبلية من الادوار يلي لعبها وبيلعبها القطاع العام او بيقدر يعملها القطاع العام عندنا انشاء وزارة السياحة سنة 1962 يلي الهدف منها هو تطوير السياحة والاهتمام بالمجالات السياحية انشاء الشرطة السياحية يلي هدفها انه تحمي السواح من استغلالهم بالاسعار او بطريقة التعامل معهم بكل هالمجالات هاي هاو الشرطة تبعين لقوى الامن الداخلي يعنوا مسئولية هالجهاز ان يعتني ويهتم لسواح خاصة السواح الاجاني لمنع استغلالهم القطاع العام ممكن يسهل القروض للقطاع السياحي من خلال مكفلات او غير انشطة غير مؤسسات مصرفية رسمية القطاع العام بيعمل معاهد سياحية كمان هذا الدور في يلعبه القطاع الخاص ما حكينا عنه لما حكينا عن القطاع الخاص نعمل معاهد سياحية بيدربوا قدلاء سياحيين او ناس يلي بيشتغلوا بإدارة المطاعم او إدارة الفنادق او اللي بيشتغل بمجال الاكل تسويق الاكل تنظيم الاكل كل هالمجالات هاو دي فازا ممكن يلعبون القطاع العام القطاع العام يعتني بالبنية التحتية تعرفوا اذا ما فيه طرقات اذا ما فيه شبكات ماي هاتف مش ممكن شجع السواح اذا مطار مش مرتب ما بيسايع عالم كتير وحالته مأساوية ما بيشجع السواح هالدور القطاع العام بيلعبوا بها المجال هدا بمختص بالبنى التحتية كمان ممكن يساعد في تسهيل المعاملات معاملات السواح واللي بردينيجوا من الخارج للسياحة كمان القطاع العام عنده مسؤولية من خلال الاعتناء بالاثار وصيانة الاثار تنظيف المواقع الاثرية بالاضافة لتحويل بعض المواقع الاثرية الى فنادق هلا للأسف هذا مجال مش وقت نحكي فيه مين عبي حولهم ومين عبي استفيد منهم ولكن هالمواقع السياحية البعض منها ممكن يتحول الى فنادق او الى مراكز لاستعمال لتعزيز السياحة هيك نكون شفنا خلال هالدرسين او هالاسبوعين القطاع السياحي بالمنطقة الجبلية ما في لزوم ذكركم انه كتير ضروري انه تشوفوا المستندات عمها لكم وتشوفوا النصوص تعملوا تطبيق ومشكورين يعطيكم العفوة اشتركوا في القناة